يعمل النظام السوري على تدعيم أسسه الاقتصادية التي تتداعى بشكل متسارع خطوة النظام الأخيرة تمثلت بقرار أصدرته وزارة التجارة وحماية المستهلك أطلقت أيدي أثرياء الحرب وكبار التجار في اقتصاد مناطقه وأنعشت خزائنهم من خلال إعطاء المستوردين منهم صلاحية تحديد أسعار المواد الأساسية وغيرها دون تحديد سقوف الله القرار طلبت فيه الوزارة من ندرياتها متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من قبل المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساسا في تحديد المبيع للمستهلك وفق نسب الأرباح المحددة رحب بالقرار التجار والصناعيون التابعون للنظام وقالوا إنه من أهم بنود جدب رأس المال التجاري والصناعي ويفتح أبواب القدرة التنفسية بشكل غير مسبوك بالمقابل أثار القرار ردودا سلبية من قبل عدد من الخبراء الاقتصاديين رأوا أنه يحمل في طياته تغييرا رسميا لنظام الحكم الاقتصادي في سوريا وأنه كشف فشل بعض مواد القوانين التي تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار تداعيات القرار ظهرت سريعا وارتفعت أسعار المواد الأساسية إذ سجل سعر كيلوغرام السكر في أسواق دمشق 7500 ليرة بعد إن كان الأسبوع الماضي ب6500 وارتفع سعر كيلوغرز من 6500 إلى 8500 في حين قفز سعر صحن البيض من 17 ألف ليرة إلى 24 ألف ليرة بينما بلغت نسبة زيادة الأسعار على الأدوية 50% ويتضح من القرار أن النظام يريد توسيع سطوة أثرياء الحرب لا سيماء المستوردين الكبار في دائرة اقتصاده الضيقة باتباعه حلا عسكريا في الاقتصاد بسبب فشله في إعادة دوران عجلات الانتاج ونضوب موارده يضاف إلى ذلك تسديد ديون مترتبة عليه لروسيا وإيران العجزتين عن دعمه مع عزه وأيضا عن الانتقال من اقتصاد الحرب إلى ما بعده وبقائه معزولا بسبب تعنته برفض الحل السياسي الذي يعد الأساس في إزالة العقوبات وإنعاش الاقتصاد